هل قادم نعمل البشامدة وضع دهون اي نوع دهون زبدة او زيت او زيت او زيت زبدة اي نوع زيت اي نوع دهون تقريبا نص كوب ميت جرام اي نوع دهون زيت زبدة اي نوع زيت اتوفر عنكم بصرة مفرومة او اقل من بصرة مفرومة حسب الزوق البصر حسب الزوق ممكن انضيف ممكن انقلل دقيق سلسان كوب ميت جرام دقيق طبعا لو زاد شوية صغيرة في امور لو زادت او قلت شوية ما بأثر على الوصفة ولكن على سبيل المثال الفلفل اسود لو قلنا نص معلقة حطينا معلقة بأثر على الطعام في اشياء ما بتأثر على الطعام الزيت اقل اكتر شوية البصل اللحمة ما بأثر حليب واحد لتر خمسة كوب بنحرك باستمرار بنشان الدقيق ينسجم مع الحليب والحليب بالاخاص لازم تقليب باستمرار على حرارة متوسطة لان الحليب اذا انترك ممكن ينحرك دائما التحريب باستمرار نوضع الفلفل اسود والملح بنحرك جبنة اختيارة اي نوع جبنة موجود اختيارة نوع الجبنة ممكن تضفوها ممكن ما تضفوها الجبنة لكن هي بتعمل تست عالي بتعمل طعام مميز اي نوع جبنة انتو بتفضوها بتحبوها او ممكن تعزفوها والارغانو نفس الشي هو اختيارة وهيك اصبحات جهزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة